جوج مقابلات في شهر مارس المقبل للمتخب الوطني المغربي الويدية مقابلات قوية عرفنا الخصم الأول هو المتخب البيروبي وباقي ما عرفنا الخصم الثاني هل تكون أرجونتين وهذا تكون مفاجأة كبيرة الجمهور المغربي صراحة وهل تكون المتخب الأوروغويني كانت أنه هذا الجوج لا أعتقد بأنه شيريو الباراغواي لعبنا معهم كولومبيا مع اللعبوش مع اللي كانت سهية هادرة عليها هي ثلاثة إضافة البيرو هي أربعة من المنتخبات والقارنة كانت عشرة اللي كانت محروفين فيها إذا حال بقوا ست منتخبات البرازي كانت ضلاء بقوا خمس منتخبات إذا كانت الإكواتور كانت بنزويلا كانت بوليبيا كانت أرجنتين هي الأقرب المهم بشكل النموذج صراحة أنها جوج مقابلة الويدية في شهر مصر البيرو والأرجنتين 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 أو أي منتخب آخر بحراسة المرمى حارس إيشويليا الإسباني وهو الحارس المقتدر ياسين بونو حارس كبير صراحة لنكونوا منطقيين معرسنا ياسين بونو أفضل حراس اللي كانوا في العالم مشيف إفرقية أو في المنتخب الوطني وهو خريج البطولة الوطنية سراحة بطولة الوطنية أعطتنا هذا الحارس المنتز اللي هو الحارس ياسين بونو حارس إيشويليا الإسباني الحراس الكبار عنه صراحة في إفريقيا لخصصات اعتز بها الويدر أنه تكون عندها طبيعة الحال إذن حارس اللي هو كبير صراحة كابيطاله قلب الدفاع غالم سايز عنده 32 سنة وهو كابيطال المنتخب الوطني المغربي لها في كلاب بطولة التركية ونحن عارفين الدروف النفسي اللي مر بها غالم سايز في تركيا ونحن عارفين ما يقع في تركيا أيضا ممكن تؤثر على شيء شوية ولكن التجربة الكبيرة عند غالم سايز والسين ديالو الكبير شيء شوية وتجربة كتسمح له أنه تجاوجة ويركز مع المنتخب شهر مرس المقبل هناك أمام غالم سايز اللاعب الخريج البطولة الوطنية ودو السرعة الكبيرة اللاعب اللاعب في الفتح الريباطية والبطولة الفرنسية وتحاول الآن البطولة الإنزليزية وبدأ من فارق ويستهام وكل أعلم بعد المونديال اللاعب الرسمي في فارق ويستهام وشنه أمام تسيلسي أشرف حاكمي اللاعب باريسانجر بالفرنسي عند 24 عام اللاعب كان ضمن الكبار المنتخب الوطني المغربي أشرف حاكمي اللاعب المنتزين صراحة لفرق عملاقة في العالم حاليا في باريسانجر والفرنسي وباقي صغير ممكن يمشي فرقة لكثير من باريسانجر أنا باريسانجر نعرفه الآن حاليا مزيانه تاريخيا ما كانت باريسانجر من شاء الله سواء خمسين سنة بشت اسسرا ماشي واحد للسنين بزا 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 نمشي عايح يا عطية الله كظاهر أيصر ليعطان الشئ الكثير صراحة في المنظر اللي فات وكان بواحد الوجه كبير صراحة وخا كان باديل دي الناصر المزراوي وخا الناصر المزراوي كيلعبش ديق الجياء ولكن بان يحيى عطية الله انه كيستحق ديك المكانة هاديك اللي اللي عمل فيها المدرب المختادر واليد الرقراقي صراحة هناك في الارتكاز افضل لاعب صراحة في الرأي لي اللي في المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم اللي فات الارتكاز اللي هو السوفيان امرابط وعنده 26 عام لاعب كابير جدا صراحة السوفيان امرابط من لاعبين المنتهزين انا عملت معه لانا الثاني اعمل احنا عارف ان شاء الله انتقن البلد الوالي الاسباني وحاليا كابير جدا كأساسي في بلد الوالي الاسباني عبد الحاميد الصابر يلاعب صامدوريا الاطالي اللي رسميا انتقن فيورنتينا وفي الصيف يتحق بهم واشا يبقى امرابط ما وعيكونوا تونياء مغربي فيورنتينا او لا ما عيكونوا كابير جدا كابير جدا اخر فيورنتينا كابير جدا وهناك كابير جدا هناك يلاعب مارسيليا الفرنسي اللي التحق بالزامل وامين حارت من ارجع بالاصابة في الموسم المقبل وهيكونوا تونياء ادحالته اوناحي يا سلام يا سلام عن مارسيليا الفرنسي ها تونياء ينتظروا الشيء الكثير منهم بالفريق الكابير اللي هو مارسيه الفرنسي اذا شيء كبير صراحة باش نكونوا منطقيين اننا عزتين اوناحي من لاعب الكبار صراحة حاكم زياش لاعب تلسي الإنجليزي من لاعب الكبار الصفقة للأسف ديالبالسانجر ممكن ان تؤثر على شيء نفسيا ولكن انا عارفين جريبا اللي براكة المحاكم زياش كنظن هذا الموضوع انساه وانفكر شهر مارس من فترة عشرين اثنين مارس ها يفكر في المنتخب الوطني المغربي باشي يقوز هات الشيادة لان في الصيف انا عارفين انتظروا صعب جدا كما انتظروا لدينا نتعان مالك سوفيان بوفل لعب الراين القطري هنا اعيق تشفى ليد رجاجي لأن البطولة القطري تؤثر على بادنيا أو لاعبك في المستوى هنا ترى بوفل الحقيقة ونحن لاحظ لأنه مارسا لا يقول تحق لنفس المنزل لنحظ يوسف منتصيري رأس حرب المنتخب الوطني لديه خمسة وارشة نعم ممكن شطف إشبيليا الإسباني لعب منتج جدا صراحة من لاعب الكبار في المنتخب الوطني المغريبي يشجل جوج الهدف والهدف في المنتخب الوطني في المنديد القطر الذي يفتش الهدف أمام المنتخب الكندي وهدف أمام المنتخب البرتوغا الذي يبدو الدرب الرأسي الذي حملتنا إلى نصف نهاية المنديد إذا تشكي لنا موذج المنتخب الوطني في شهر مارس المقرد